السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الثانية متوسطة في الصفحة 40 وانا راح نحلو التمرين تا هذه الصفحة شوفو هنايا قل لك راح تكتب نشرح لكم يعني بالمفيد المختصر قل لك هنايا راح نكتبو فقرة هذا الفقرة شوفو شع راح يكون عندها من جزء هذا والجزء هذا والجزء هذا والجزء هذا يعني راح راح يجوك عدة باراغرافات عدة فقرات صغارة الفقرة اللي راح تكتب فيها قل لك قل لك هنا راح تكتب فيها اسم كل والسن والقسم والمدرسة والجنسية والمدينة اللي تسكن فيها وزيد حط الفوتو التاعك تصويرات تاعك نعم هذه المعقدمة فقرات المهمين فقرات المهمين فقرات تصويرات التعدياة تصويرات على طول الله على اسمين والارقيخ على عينك على شعرك ارتب احرش الى اخرى كلوذين تلبس اسكنتها انيق هذه الفقرة الفقرة الثالثة على الفاميلة العائلة بابك و يمك و خاوتك عائلات الفقرة المترجم المترجم الفقرة المترجم فتح المترجم 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 هنا في الفقرة الاخيرة سوف تهدر على الدار مثلا سوف توصف على غور أو غور ومع التالي تقول انا رانية لتقوم بتقوم بإمكانك بشارك في هذه المسابقة ومع التالي تقولون رانية فرحان سوف نشارك في هذه المسابقة نبدأ وانا وجدت لكم الفقرة هذه نروحوا برك انوريها لكم ونشرح لكم بالتدقيق نكملوا الشرح هذه لكم الفقرة التي طلبوها في التمرين اول شي اذكر الاسم مي نيم اس سامير هذه الكلمات التي كتبتها بالأحمر هم الكلمات التي كتبتها بالحرف الكبيرة اول كلمة في الجملة تكتب بالكلمة واسم شخص تكتب بالكلمة بعد النقطة اي كلمة الحرف الأول يجب ان يكون بالكلمة اوكي ها دهكت تنتبه هنا اياه بعد كل النقطة انا حاطين كابيتل لترف ومبعدوش تقول اي ام ثيرتين يرز اوه انا في عمري ثلاثل سنة كل واحد يكتب السنة التيعه اي ام السكند يير بيوبل انا تلميذ في السنة الثانية ات في خالد بن الواليد ميدل سكول كل واحد يكتب المدينة او يحب يكتب المدينة يحب يكتب الولاية اوكي وبعد انا رايح توصف روحو تقول اي ام طول انا طاويل and slim ورقيق with black hair بشعر اسود and brown eyes وعينين معو كما قلو احنا قويين I often انا عادة put on blue jeans انا عادة نلبس blue jeans فيش يقولو نلبس الجين اوكي and white t-shirt وتريكو بيا اوكي الان روحو الفقرة الثانية اللي قالك هضرنا على العائلة تاعك هنا كل واحد يبدل المعلومات على حسابه اوكي قالك my father is a teacher قول المهنة على بابك هنا قالك بابا معلم my father is a teacher وانت يا بابك إلا كان مهندس ولا حاجة در my father وكتب المهنة هنا يا my father is a teacher and my mother is a housewife والامة التاعي هي ربت منزل نقطة I have got عندي two brothers زوج خاوتي and two sisters زوج خياتي اوكي I sorry I go وهنا ذكرك رايح تدر على رايح تدر على رايح تدر على النشاطات اليومية تاعك وش تدر متفاهمين وش تقول I go to the school I go to school every morning and afternoon رايك تقول انا دائما نروح للمدرسة تاعي كل صبح وكل حشية مع انت انت تقرأ صبح وتقرأ حشية مش يتقرأ غير فترة الصباحية ومتقاش فترة المسائية كتب هذي اوكي I have عندي الفعل هف هو عندي I have lunch at home مع انت انا نروح نتغضى في الدار وإلا كنت تغضى في 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 المدرسة مع انتها في المطعم تاع المدرسة اوكي تبدل at home at school canteen متفاهمين بعد اوكي تقوم بتكريبك تقرأ اوكي تكرر تقرأ وقت فارغ في وقت الفارغ واشي تقرأ كل واحد يدير واشي يحب هنا واش قال لك I watch TV قال لك نتفرج التليفزيون or play with my friends outside ولا نلعب مع أصدقائي برة اوكي play video games ولا نلعب الالعاب video games اوكي انت كما حبيت تحبي تقونه تفرج تحب تقونه شرب قهواء المهم كتبوا الشيء النشاط اللي تديرو بعد العاشاء هذي بعد العاشاء هذي بعد العاشاء وشي تدير I often معنتها غالبا serve on the internet معنتها غالبا نروح نحوز في الانترنت اوكي تبحث في جوجل وإلى آخر 4 وراني 4 an hour لمدة ساعة ولمدة ساعة يعني يكتبتو hours إلى آخر At weekends في عطلة نهاية الأسبوع ولا في الويكند التوعي وش ندير I go to the market اروح للمارشي with my father عادة في الويكند انا اروح للمارشي مع بابا اوكي or have a picnic with my family ولا اروحوا احنا يا كيما نقولوا روحوا نديروا picnic اروحوا للغابة نديروا الماكلة تاعنا وإلى آخرية اروحوا تحويسة للغابة اوكي مع العائلة تاعي وبعد هنا في هذا الفقرارك رايح تكتب على الهاوس المنزل تحكم وش تقول I live in a big lovely house انا مسكن في بيت كبير ومحبوب كما نقولوا With three bedrooms في ثلاث غرف نوم A kitchen وش يقولوا kitchen مطبخ A bathroom A living room A dining room A hall A garage وقاراج وقاراج اوكي هنا توسط انت المهم اوصف الدار بتاعكم كما حبيت اجاركم قريتوا في الدروس الماضية على الوصف بتاع الدار وإلى آخره وانت اكتب كما حبيت ومبعد هنا يا رك رايح تغلق الفقرات تاعك تقولوا انا راني فرحان بالمشاركة في هذه المسابقة I am very happy to take a part in this competition ودير نقطة وإلى آخرين اوكي سو كانت هذه الفقرات تاعنا وللتمرين التمرين الصبحان رقم 40 ان شاء الله تكونوا فهمتوها وان شاء الله تكون جدكم سهلة وهذه الفقرات تاعكم يعني كل واحد يبدل المعلومات على احسابه هو اوكي في نهاية الفيديو وش نقولكم شكرا على المشاهدة اللي جاوا معنا جد ما نتمنى ان شاء الله انهم يشاركوا في القناة ويفعلوا الجرس ويكتبون تعليق شباب ونلتقي في فيديو آخر ان شاء الله